اشتركوا في القناة التي قامت بها كوادر الوزارة في تهيئة موقع البطولة سيطر تعد الإيجابي بهدفين على مباراة قمة الجولات الحادية وعشر من دور الدرجة الأولى لكرة القدم والتي جمعت بين الحد المتصدر والمحرق الوصيف تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي الترقب والحذر والابتسامة الواثقة أمور نلحظها من خلال لقطات خاطفة فالنظرات كلها هادفة لتحقيق النقاط الثلاث المباراة تجمع بين المحرق وجاره الحد ورغم كل المحبة والود إلا أن كل فريق يسعى لتحقيق الانتصار عيسى السعدون هو من يخطف الأنظار في أولى مبارياته مع فريق المحرق الذي سيطر على أولى الدقائق فترجم سيطرته بهدف أحرزه اسماعيل عبداللطيف المحرق بعد الهدف تراجع ومن يتراجع للخلف يتلقى الأهداف تأكدت هذه القاعدة بهدف للاعب الحد النيجيري أوريك فتجددت الآمال لفريق الجنرال المدرب سلمان شريدة وهو صاحب الخبرة بهذا المجال شوط انتهى بالتعادل بهدف لمثله وهي نتيجة لا تلبي تطلعات الفريقين فبدأ الشوط الثاني والسعي من الفريقين نحو الهدف الثاني وهو الأمر الذي تحقق للفريق الأحمر عبر هدافه اسماعيل عبداللطيف الذي عاد لهز الشباك ولم يكن هو الوحيد الذي عاد فالحد تمكن من أن يعود برأسية لعبد الوهاب المالود والفرق بين الهدفين الأول والثاني لم يتعدى الدقيقتين وعدد من الثواني ورغم أن التعادل ليس من ضمن الأماني إلا أن المباراة بعد ذلك لم يكن فيها ما يستحق السرد غير حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب محمد عبدالله قبل دقيقتين من النهاية التي شهدت بقاء الحد في الصدارة وعدم تعرضه للخسارة فيما أبقى المحرق يوم أمس على فارق النقاط الخمس في المقابل الحقق على فريق الرفاع فوزا صعبا على الملكية بهدف دون مقابل حمل انضاء اللاعب السوري أحمد الدوني فيما تعادل الرفاع الشرقي والمنم من دون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البحرين الوطني هذا وتختتم في السادسة من مساء اليوم مباراة الجولة الحادية عشرة بقامة مبارتين فعلى الساد البحر الوطني سيتواجه الأهل مع ناظره الحالة وفي ملعب مدينة خليفة الرياضية سيلتقي سترى مع البسيتين تمكن فريق المنامة من تحقيق الفوز على الحالة بثلاثة وثمانين نقطة مقابل ست وسبعين نقطة وذلك في المباراة النهائية الأولى لمسابقة كأس زين البحرين لكرة السلة والتي قيمت على صالة الاتحاد البحرين لكرة السلة بم الحصم يقطع المنامة شوطا كبيرا نحو التثويج باللقب بفوزه في المباراة الأولى من أصل خمس مباريات